مسكت تعقدات في كواكولة وزي قدرتها بشكل بسطة يعني من بعد ما طلعوا الممتاز به المقعد يمكن عشر سنين أو ثمان سنين ما بين الرابعة والثالثة الحاد موصل الممتاز به مسكتهم كلمان اسم أجد اسماعيل هو رئيس النادي وكان الكابتن عيد مرزيق مسك موسم وعملوا موسم جيد وناهوا في مركز خامس وكانت الشركة بتاع الكواكولة هاي اللي بتصرف على النادي اللي بتتولى الصرف على النادي ولكن السنة التانية جبنا بقى الكابتن تامر المصطفى هو مسك والشركة فرلت تصرف لحد يناير وبعدين بقى يصرف المهنس مجد اسماعيل من عنده لان الشركة توقفت عن الصرف وقالت مش عايزة تكمل في قصة الصرف ده فبقى المهنس مجد هو اللي بتتولى الصرف وقعدنا سنة ونص هو اللي بتتولى الصرف وغيرنا بقى الخطة من احنا كل سنة كنا بنبيع لعب واحد بالمليون جنيه احنا لسنتين دول بيعنا لعيبة ب12 مليون جنيه هما اللي كانوا بيصرفوا على النادي يعني اسماك دي يصرف وبعدين نبيع لعيبة نجيب الفلوس اللي اصرفت لحد السنة الاخيرة دفئة الدياب دخل احد المستثمرين المحترمين جدا من اسم محمد علاء ده رجل محترم اشتغل في المقاولات الالكترو ميكانيكس وعنده شركة كذا شركة يعني ودخل استثمر في النادي وراعى النادي واستثمر فيه وعمل طفرة بقى طفرة في كل حاجة في الناحية المالية والناحية الإدارية والطفرة اللي حصل دي كانتسبف ان جبنا تامر مصطفى كان مشي جبناه تاني بعد ست مطشاط كان الفريق في المركز الأخير بفضل النظام الإداري والتوفيق الفني في اختيار تامر مصطفى الفريق قدر يصعد في الموسم الأول في وجود المهندس محمد علاء وستاذ محمد علاء وبعدين بعد ما بطلع دوري المتاز حصل بقى قصة الانتقال بتاع فيوتشر ده ده احنا ما نماش علاقة بيه هو انتقال زي استحواز بشكل ما فده وقت انت بس حصل البيع من بعيد عننا يعني مجرد الانتقال من الكوكاكولا لفيوتشر بشكل مشكل استحواز والناس اللي جاد ناس محترمة جدا وجعل أعمال محترمين جدا وعملوا فرقة قوي جدا بس ما فيش علاقة بقى حتى بين المنس ماجدي أو المحمد علاء أو احنا وبين النادي الجديد خلاص وهو حصل بس انتقال كامل لأسهم النادي طب دلوقتي فيه تجربة تانية انت بتكون بيها اللي هي المصر السلوم ايه الفكرة اللي جاءت منها نفس السيد محمد علاء بنفس الفكرة اللي اتعملت انت عارفة بتعمل تجربة وتحقق بيها نجاح بتكتسب خبرات كبيرة رجل اكتسب خبرات كبيرة جدا وكان فيه فرصة لرعاية المصر بالسلوم رعاية المدة اطول شوية انت عارف تجربة بتاعة كوكاكولا بالذات في السنة الاخيرة تجربة ما كملتش انت تجربة انك تصعد وتشتغل في الدورة الممتاز بامكانيات جيدة وتحاول تحقق المعدل اللي لا يحققها احد في الدورة المصر هو ازاي تكسب من الكورة مش حد بيكسب من الكورة بس لما جي عرض متميز لكوكاكولا فالأونرز يعني اثروا ان هم يسيبوا الموضوع يعني ويجي عرض مالي جيد لكن التجربة الجديدة دي اظن انها هتكمل لو حتى حصل صعود او في سنة او في سنتين انا اظن ان هو هيكمل التجربة في وضع شكل نموذج لنادي ويحقق ارباح عن طريق انك تقلل المصروفات وتعظم الارادات فيحصل استمرارية بشكل ما تعرف كل الاندية في الدورة الممتاز تشتغل بارادات بتجيلها مش من الكورة اللي عنده نادي بيعام عضويات الشركة بتصرف على النادي لكن ما فيش حد بيشتغل في فريق كرة القادم ما بيري انه هو يصرف فلوس وباخر السنة حقق ارادات ويبقى المصروفات الايدية لانك تخليهم صفر الميزة بقى انك تعمل فرق ان الارادات تبقى اكتر من المصروفات طبعا الارادات بتيجي منين بتيجي من بس بتيجي من اعلانات بتيجي من بيع لعبين ودي اكتر حاجة عندنا لان احنا اللي عندنا جماهير ولا عندنا فلوس محترمة في البس والحاجات دي فالبيع اللاعبين هو اللي ممكن يبقى الكور الأكبر في القصة دي فده اللي احنا بنفكر فيه في التجربة الجديدة باعتبارك يعني وكيل اهم المدربين دلوقتي في مصر كابتن هاب جلال عايزين نعرف منك كواليس تولي كابتن هاب جلال نادي بيرامدز خاصة نادي بيرامدز الموسم اللي فات كان عايز كابتن هاب جلال واكتر من مرة كان فيه تقرير اللي هو خلاص يمسك بيرامدز وفي الآخر ما فيش حاجة بتحصل مقصة متمسك بيه بعد كده لإسماعيلي لا عايز كابتن هاب جلال يكمل عايزين نعرف الكواليس بالزبط يعني أول مفاوضات رسمية كانت إمتى وإلا حصل المفاوضات كانت من زمان يمكن من أيام ما كان كابتن هاب في مصر المقصة وكان فيه مفاوضات بس طبعا كان بيعوقها بعض الحاجات زي أن النادي بيرامدز عنده مدرب وكابتن هاب مرتبط بتعاقد فكانت الأمور ما بتكملش المقصة وانتقل بعدها للإسماعيلي التعاقد مع الإسماعيلي كان ست شهور لنهاية الموسم لمهمة واحدة بس قبل كده كان الكابتن هاب جاله النادي الإسماعيلي كتير وما كانش بيحصل توافق بين الكابتن هاب وبين إدارة الإسماعيلي مش عشان حد كويس وحد وحش عشان اختلاف فيه الرؤى رؤى إهاب في التدريب وفي إدارة الأندية ممكن تبقى مختلفة عن رؤية الإدارة اللي الموجودة فما كانش بيحصل توافق ولكن كان فيه موقف صعب جدا النادي الإسماعيلي فيه وهو الهبوط اللي كان بيتعرض له فكانت ديت العنصر الأساسي اللي خلت إهاب جلال يقبل أنه يشتغل فيه منظومة مش محققة أهداف وعلماً بأنها منظومة جيدة بأهدافها لكن ممكن ما تبقاش هي اللي تقدر تحقق أهدافه ولكن الهبوط صراع الفريق في الهبوط هو اللي خليها يقبل المهمة وبعد ست شهور لما المهمة انتهت والحمد لله الإسماعيلي قاعد في الدورة كان انتهى الموضوع وتم إبلاغ الإدارة واللجنة اللي موجودة إن إهاب مش هيكمل ولكن كان فيه محاولات المحاولة من الإدارة بصراحة واللجنة إن إهاب يكمل فإهاب من باب إنه هو يعمل اللي عليه قال لهم على العناصر والأدوات اللي هو عايزها عشان يشتغل بيها ما بين حاجات لها علاقة باللعبين اللي يستخدموا وتجديد للعبين موجودين وتطوير في منشآت النادي زي الجيم وزي الفندق وطلب الحاجات دي من بادري بس للأسف طبعا زروف نتيجة إدارة ولجنة يعني فيه خصة كده وانتخابات الرابط يعني ففيه خصة خلت الأمور ما يبقاش فيها تضافر لتحقيق الأهداف دي فكان فيه صعوبة إنه هو يكمل وتم إبلاغهم من بادري وجالنا عروض كتيرة جدا أهمهم كان المصري وكان بيراميز وكان إهاب ناوي ريح شوية كابتن إهاب جلال مسؤولي بيراميز طلبه من الكابتن إهاب اللي هو يعلن اللي هو سبيل إسماعيلي عشان يتفوضوا معاه صحة الكلام دا كان إياه لا لا ما فيش الكلام دا خلص إحنا أعلننا إنه مش موجودين في الإسماعيلي بشكل مباشر جدا ولكن انت عارف نادر إسماعيلي يعني قصته في جماهير ومش في الإدارات أو سواء فنية أو إدارية بتراعي جدا مشاعر الجماهير فما بترضاش تعلن بشكل ويبقى فيه إحراج لمشاعر الجماهير شوية فكان الناس عندها وهي اللي تعلن إن في الآخر يبحثوا عن مدير فني وإهاب كان خد قرارنا قلت لك إنه مش هيشتغل السنة دي وكانت الفكرة بالنسبة للمصري جلو المصري تاني كان هو خد قرارنا مش هيشتغل وكان القرار دا نهائي وأنا تعبت مع إهاب جدا عشان أقنعه إن إحنا لازم نشتغل وكان عندنا عرضين عرض من المصري بعد معاني ماهر ماشي من النادي قبل مدرب التونسي وعن الشعبين وكان ما حصل كلام جدي جدا بس برضو كان إيه الفكرة كلها إن كان الإسماعيلي بقوا دي النقطة اللي إهاب بيحافظ عليها شوية وهي شكله كان نبس نادر إسماعيلي يتعاقد مع مدرب عشان يبقى عنده حرية في إنه هو ينتقل ما يتقلش إنه هو سابهم وراح ندي تاني قبل ما يتعاقدوا مع حد والحسن الحظ إحنا كان عندنا معلومات كاملة إنهما بيكلموا كابتن طلعت وأول ما تم التعاقد ابتدى بالتفاوض مع الآخرين التفاوض ما خدش وقت يعني طب ليه كابتن قرر لو كان يقعد ما يدربش يعني هو فيه نقطتين النقطة اللولة هو تعب جدا في الفترة بتاعة الإسماعيلي في الشغل النقطة التانية إن زي ما قلتلك إن الشكل العام إن كان فيه ناس بتتكلم من شهرين ثلاثة قبلها إن الكابتن إهاب مش عايز يقعد في الإسماعيلي عشان عنده عروض أخرى ودي مش حية فكان عايز يعني يقعد عشان ما يبقاش الكلام ده صحيح فأنا قلت له الناس كده كده هتتكلم صدقاً كذباً هيتكلمه فإحنا نعمل الصح والصح إننا عندي فريق قوي عناصره مش بنفس القوى السابقة يعني برضو بيروميدز الإمكانات المالية اللي فيه إمكانات مالية حصل فيها منيماي شوية تقليل شوية ولكن العناصر اللي موجودة لا والمستقبل بتاعهم جيد وبالذات إن إهاب قال لا ما يمسك فرقة في بداية موسم فبالتالي هو اللي يبقى بنسبة كبيرة هو اللي بناها بنسبة كبيرة فمعوامل النجاح فيها بتبقى أكتر شوية فأنا يعني بصراحة دغط عليه جداً وهو يعني استجاب برضو وكانت التفاوض مخدش 24 ساعة بيني وبين كابتن عمر بسوني مدير التعقدات أو مهندس ممدوح عيد مخدتش وقت بصراحة يعني أسرع تفاوض طيب بالنسبة للصفاقات أنت بتقول الكابتن إهاب هو اللي يعتبر شايف الصفاقات يعني وليد الكارتي كابتن إهاب هو اللي طلبه طيب هو اللي كل الصفاقات سواء حسين السيد أو وليد الكارتي أو فخر لا فخر ملناش علاقة ده جاء قبل إهاب ما يروح بكتير يعني هو من اللعبين المميزين يعني ولو كان إهاب راح كان هيتطلبه يعني لكن الصفقة الوحيدة اللي كان إهاب طلبها ممكن كانت إدارة النادي ما فكرتش فيها لظروف معانا كاتي شام محمد نتيجة ظروف خاصة ب زي ما قلت لك النواحي المالية مش موجودة أنك تتعقد فرصة لهشام إنه راجل فري ما عندوش تعاقد مع نادي ومحتاجين يجبوه وليدي الكارتي كان نديم معصلك شوية ولكن إهاب لما جيه وتعرض عليه من اللجنة الفنية في جوا النادي والسكاوت تيم اللي موجودين تفرج عليه عجبه جدا يعني فقال لهم لأ طبعا خلصوه كان حسين السيد طبعا مطلوب وهو عارفوه فما كانش فيه مشكلية لكن طبعا مش ديه حجم الصفقات كارتي آه وحسين طبعا آه وحشام آه لكن برامز كان ممكن في ظروف أخرى بإمكانيات عادية سابقة كان ممكن يبقى الصفقات بتاعتها أخوة من كده كمان طيب الكابتن في الوقت ده ما كان موجود كان قبل إيقاف الكيد للزمالك كان فيه كلام اللي خلاص برامز والزمالك اتفقوا على انتقال دونجا وأحمد أيمن منصور وعبد الله السعيد هل الكابتن كان يرحب لحد فيهم يمشي؟ لا الأمانة لا يعني دونجا وعبد الله السعيد وأحمد أيمن لأ كان الكابتن ممكن يبقى يعني كان أحد لما هو قبل ما الكابتن كان فيه لعيبة مشت من برامز كان ممكن الكابتن يبقى محتاجة زي أحمد الشيخ وزي عمر مرعي الناس اللي اشتغلت معه قبل كده ولكن هو كان ملوش علاقة بالموضوع لأني قلت لك الموضوع خد 24 ساعة يمكن عمر مرعي والشيخ مشوا قبل الكابتن أبم يجي بيوم مين وده ممكن يبقى من سوق حظهم يعني لو كابتن نهاب كان جي ما كانوش مشوا لكن أول ما الكابتن جي كان بصراحة إدارة برامز محترمين جدا حطوا الأوراق كلها والأسماء كلها قدامه وقالوا لكابتن الوضع كذا حتى كان من ضمن الأسماء اللي ممكن تتحرك وكان الكابتن نهاب برضو لو ما كانش فيه بدايل كتيرة كان ممكن يخليه موجود جون أنتوي ولكن هو وافق إنه هو يتحرك يعني فأي حد ما بعد ما الكابتن نهاب جي ماشي أو أي حد جي هي برغبة الكابتن نهاب لكن الناس اللي قعدت لا الكابتن نهاب قال ما حدش يمشي من أسمانها كلها أول ما جي هل بقى إدارة برامز قبلها كانوا عايزين طبعا أنا ما قدرش أقول هما يسألوا في ده لكن طبعا ممكن كمان موقف اللي فيش زي الملك بقى في عدم القيد والحاجات دي برضو يعني يمكن حظوهم حلو إنه هما ما بدلوش واشتروا كان زمان هما الدنيا صعبة جدا طب هل فيه لعيبة كابتن طلبها؟ فيه بعض اللعيبة بعض اللعيبة في بعض المراكز بس كان الظروف معينة بس الظروف دي تحلت توقف يعني كان ناحية اليمين لما عمر جابر كان عنده قصة إنه ممكن ينتقل لنادي الجيش فكان محتاجين حد ناحية اليمين إنه كان يبقى فيه أحمد فتح بس لتصنيفة أحمد توفيق ديفندر أكتر منه باكرايت فكان فيه احتياج فكان فيه عدد من الأسماء المرشحة لكن للأسف العندية يعني ما عندهاش مراعاة شوية في التقدير المالي للعيبة اللي عندها فبالتالي بدل ما تاخد رقم معقول 7-8 مليون في لعب بشكل ماتي يجي تطلب 12 و 15 في لعب ممكن ما يبقاش مقدر سنه أو مقدر أداؤه في الفترة الأخيرة فتطلب طالما اللي جاي لك نادي كبير زي بيرامس فتطلب رقم مغالية فيه جداً فكان فيه كلام مع علي فوزي باكرايت بتاع أمبي وكان فيه كلام مع كريم العراقي باكرايت بتاع المصري ولكن المغالية أخرت لحظ وحش بقى الأمبي والمصري إنهما مغالوا في طلباتهم اتأخر المفاوضات فربنا كرم ومشكلة عمر جابر تحلت فما بقاش فيه مشكلة في ناحية اليمين بقى فيه بدايل كتيرة ممكن تؤدي فيها وهل في مراكستانيا كنالكابتن عايز يدعمها؟ يعني هو دائماً البحث دائماً يعني عن مهاجم ضروري نبقى فيه مهاجم بس طبعاً إيه؟ أنت بتكلم على المهاجمين اللي موجودين وقدراتهم فلازم تجيب مهاجم أقوى من اللي موجود فكفيه صعوبة شوي صعوبة على مستوى أنك تلاقي حد مهاجم في مصر عنده يفرع عن اللي موجودين بذات أنه ممكن تقولي المهاجم الثالث أو الرابع هناك مثلاً لو قلنا أنهم أربعة ديدوا الجباز ديدوا الجباز أفضل من معظم المهاجمين اللي ممكن يترشحوا فأنا هجيب حد ليه أقل من الناس اللي موجودين أو كده فأنت بيبقى عندك تحفظ شوية أنك تجيب حد سوبر يحدث فارغ زي وريد الكارتي مثلاً لأي ما ما تجيبش وده الأولى لأنها تدي فرصة للناس اللي موجودين لكن أنت برضو القرب الانتقالات اللي جاية يناير ممكن خلت الأمور أهدى شوية لأن الأمور المالية كمان تكون اتضحت وتزبطت لأنه زي ما قلت لك بيرامدز قدر بيرامدز وقدر الأهل وقدر الزمال لأنه بيشتروا بمتين في المئة من القيمة الحقيقية لسعر اللاعب فدي بتعوق شوية فلازم تنتقي صح لو جوا مصر أو تجيب لعب أجنابي يكون على مستوى مختلف شوية البعض بتكلم أن الكابتن أهاب أول فريق همسوكو اللي يبقى فيه مجوم كتير طبعا باللي نشوفه في بيرامدز والبعض يشكك في اللي في نجاحه فبترد على ده إزاي بص أنا هقول للحاجة يعني شهادتي في كابتن أهاب هتبقى مجروحة جدا بس أنا شايف أن ربنا سبحانه وتعالى أكرم مدربي مصر بوجود كابتن أهاب أكرمهم ماليا كلهم قبل كابتن أهاب يعني ممكن نعمل عصر ما قبل أهاب وعصر ما بعد أهاب في رواتب المدربين المصريين أعلى راتب في مصر كان 120 ألف جنيه مدرب المصري و150 ألف جنيه بعد كابتن أهاب جلال الرواتب ارتفعت لمئات الألف ربعمية وخمسمية وستمية للمدربين اللي كانوا بيقبلوا التمانين والمية وكذا فهو يعني وضع المدربين في مكانة أخرى ماليا ناستحقوها خلي بالك يعني مش معنى كده أنهم ما يستحقوها كان المندية بتجيب لعب ممكن تديله خمسة مليون جنيه في السنة والمدرب بتاعه بياخد 2 مليون جنيه في السنة والمدرب أبو 2 مليون لو بياخد 200 ألف ده هو صاحب قرار أن يجاب اللاعب أبو 5 مليون جنيه ده وهو صاحب قرار أنه يمشيه وصاحب قرار أنه ما يلعبوشهم فكانش فيه نسبة وتناسب عادلة لقيم المدرب اللي بتحكم في الصروة الكبيرة من اللاعبين دي فكابتن أهاب كان ليه سياسة وستم يعني ربنا كرمنا فيه أن احنا خلينا الناس تاخد حقها فهو كان ليه دور كبير أنا أظن أن كل المدربين حاسة بي يعني فهنجي نتكلم بقى عن ناحية الفنية والنجاح أنا شايف أن المدرب عبارة عن مجموعة من العناصر والعوامل اللي بتؤدي لنجاحه كل ما كانت العناصر دي مكتملة أو عندك نسب عالية في كل هذه العناصر تبقى مدرب كبير منها أنك أنت قدر تحط تدريب منها أنك تقدر تطور من نفسك منها طريقة تعاملك مع اللاعبين طريقة تكشافك للعبين معرفتك باللعب كويس أو لوحش كوتشنج ساعة التمرين فهمك للعوامل الأخرى زي الريكابري وزي الأحمال وزي كل دي عوامل ممكن تلاقي بعض المدرب الحماس وأنك تقدر تستطيع حماس الناس كل العوامل دي ممكن تلاقي مدرب عنده عنصرين ثلاثة مميز فيهم أو السبعة التانيين ممكن يبقى مش مش هيدي كفاقته يعني لكن بفضل الله كابتن أهب عنده الحد المعتادل جدا من كل العوامل دي وأظن أنه هو لأ يعني نسب النجاح عنده إن شاء الله في أي حاجة يمسكها بنجوم أو غير النجوم نسبة عالية جد خالق جلسة مسؤولي بروبن تطلبه منك وإيه اللي حققه كابتن أهب أنت مش محتاج تطلب لأن الكابتن أهب هو ماسك المقصة هو ماسك تليفونات بنسوي في أول نادي مسكت أنا الكابتن أهب في الدول الممتاز كان بيقعد مع العباء لهم إحنا نكسب كل المطشاط ده يعني ده ترجل بنسبة له فيش مطش كان بيلعبه عشان يطلع ببونت من ساعة مشتغل حتى في الدرجة التانية والدول الممتاز فده ترجل بتاعه فأنت بالتالي لما تروح لنادي قريدي بيفنش ثالث بقاله سنتين ثلاثة وراء الأهل والزمالك فالناس أكيد مش جايبة مدرب مصري يقلي بالك قناعات الإدارة العليا في بيروميز مش بمدرب المصري خالص يعني بغض النظر هم مش عارفين حد لكن الإدارة اللي هنا اللي بتدير هنا عارف قيمة الكابتن إهاب وعملت شغل جامد جدا عشان تقنع الإدارة في الأمراض أن هذا المدرب هو الذي سيحقق اللي احنا عايزينه دا تجربت الأجانب كتير جدا وللأسف ما راجحوش والأسماء اللي كان بتيجي كانت أسماء على مستوى السيفي بتاعها قوي جدا فأنت النهاردة لما تجيب الكابتن إهاب فأنت عارف أن انت عايز تحقق به حاجات مختلفة وفي نفس الوقت هو كابتن إهاب يعني تمحطه بلا حدود في فكرة أنه هو كل مطش بيخش يلعبه عايز يكسفه فبالتالي هو عايز ينافس دائما على كل البطولات فالناس فاهمة كده وما حدش قاعد قال له بقى إحنا عايزينك تجي تنافس هما فاهمين هما جايبين مين هو في نفس الوقت فاهم هو رايح فين ما يبقى رايح لفرقة بتنهي في المركز التالي فأكيد مش هيقبله في وجودك إلا المركز التاني أو طبعا الأول فبالتالي المرخوم يعني ما فيش مثلا بطولة معينا يعني هما وصلوا لنهاية الكونفدرالية سنتين واربعة الكاس طبعا بيوصلوا والدوري فهو مثلا هل طلبوا اللي لازم حاجة معينا تتحبط لا لا ما فيش طلب خلاص هو القصة كلها هو فاهم في الآخر أن برامز بالإمكانيات اللي هي بتؤدي بها مع قلتها شوية السنة دي لكن في الآخر هي في مصاف الفرقة الكبرى فبالتالي فيه توافق تام إن احنا سننافس على كل مبارة بقى مش كل بطولة كل مبارة هنلافس على الفوز فبالتالي أنت هتنافس على كل البطولات وفي الآخر توفير ربنا سعادة على ده مهم جدا علما بأن البطولة الأفريقية فيها عائق شوية وأن معظم الناس اللي جات ما تأيدتش فأنت بتلعب بيتيم صغير شوية أقل عندك إصابة هو اللي أصبتين يعني في حاجات كده بتعوق شوية ولكن يا ميزة الكابتن أهب أن أي حد بيلعب معي بتقول الله ده كان فين الراجل ده بيعرف يلعب ليه واتطور ليه فدي ميزة فإن شاء الله بس التوفيق في الفرص اللي بتيجي أنا أظن إن يعني من هنا اليناير لو حصل توفيق في الأداء في الكم واتش اللي في الدوري على الكم واتش في أفريقيا أنا متخيل إن هيبقى فيه نجاح لبرومنز إنها تحقق أفضل محققته السنين الفاسد طيب دلوقتي البعض يا كابتن بيتكلم إن الصفقات اللي الكابتن هاب بيأخذها لازم بتكونها عن طريق كابتن تامر النحاس عايزين يعني رد للسؤال ده طيب يعني ده كلام مش مزبوط في أي اتجاه في فرق كبير جدا إن أنا أكون وكيلة عن المدرب في التفاوضات ليه لكن في الآخر المدرب احتياجاته مش هتبقى عندي كلها علما بأن أنا برضو مش يعني أنا جامد برضو خلي بالك يعني أنا عندي لعيبة ممكن تبقى مطلوبة في كل الأماكن وبالتالي مفيش مشكلة إن أنا ممكن يبقى عندي أولوية شوية في قدرتي على عرض اللاعبين اللي عندي أسرع من الآخرين شوية لكن أنا دايما يهاب لا يأخذ مني في أي نادي بيروحه أكتر من 20 ل 30% من اللعيبة يعني لو أجاب عشر لعيبة في النادي أنا بقى أخده 2 ل 3 بس لأن في الآخر احتياجاته مختلفة عن عندي يعني أنا عندي لعبين مش هو اللي محتاجهم لكن ممكن نهيجة إن إهاب بيمرن في فرقة فالفرقة اللي هو بيمرن فيها أنا شايفه بيحب مين فأنا بقى عندي من الزكاية إن أنا روح أمضي هذا اللعب فلما يروح نادي تاني فممكن يأخذ هذا اللعب إلا برضو النسبة لا تزيد عن 30% لكن الناس اللي عايزة تقول لكن محدش بيمسك وراء وقلم ويحسبها يعني لو الناس مسكتها وحسبت لا لا مفيش عدد كبير من اللعيبة خالص بالعكس وأنا حريص كمان وأنا حريص جدا إن أنا باشتغلش اللعب مش ماضي معي يعني ممكن أعرف معلومة إن اللعب دوت حد عايزه ما يروحش لي خالص مش محتاج اللي محتاج يعمل كده اللي ممكن ما يكونش عنده عدد من اللعبين يكفوه في الشغلة كان الحمد لله راضي جدا يعني وكبيرت برضو خلي بالك يعني برضو السنة مش زي زمن يعني كواليس تدريب كابتن هاب جلال المنتخب كان خلاص ناس كلها أعلنت وكل المواقع خلاص كابتن هاب جلال مدير فني المنتخب إيه اللي حصل وإيه اللي سبب اللي كابتن هاب جلال ممسكش المنتخب خاصة اللي كله آيال اللي كابتن هاب تمثك بالجهاز الفني عايزين نعرف منك بقى القصة فعلا كانت إيه احنا عندنا مرتين في مرة حقيقية كان إيهاب جلال يعتبر المرشح الوحيد هي عابلت كابتن حسين بيش ايوه بالضبط كان مرشح الوحيد احددها بس عشان بعرفين عيدها بس ايوه كان هو المرشح الوحيد خلانا ننهي التانية التانية ما كانش مرشح أصلا ده كلام كان من الإعلام نتيجة أن الناس كانت مع التمة تماما على إحكاية المدير الفني الأجنبي والقيادة في مصر كانت آلات عزين مصري فما كانش حد متوقع أجنبي فكان لازم الناس يستنتج من اللاهيج وما كانش في حد ممكن يستنتج أنه يجي الا كابتن إيهاب وكابتن حسين عايز نتكلم على أول مرة بس بقى في التاني مرة عشان هو تم استخدام الموضوع بشكل يعني ايه إعلامي شوية عشان في الآخر لما يجي كروش اللي جيه بقى الأمور مستقرة فما كانش فيه تاني مرة أول مرة لا الموضوع انتهى يعني حصل جلسات مع قيادات في الاتحاد وقيادات في الوزارة وتمل اتفاق على كل حاجة وتمل اتفاق على الجهاز الفني وكانت الحاجة الوحيدة اللي ما تمش اتفاق عليها ناحية المالية وأنا بنفسي كلمت محمد فاضل وقال العرض بتاعه له كان قليل جدا وأنا قلت له أن تمسك مصر ما بتشتغلش نفسك بالنواحي المالية في التفاوض خالص بالعكس احنا في كل الأحوال منتخب مصر بتاخد فيه أقل يعني ده مش طبيعي بتاخد فيه أقل من الأندية لكن في الآخر أنك تاخد منتخب مصر كان إيهاب مجهز برنامج يعني غير طبيعي الكيفية تطوير اللاعبين حتى هما في أنديتهم بالتنصيق مع المدربين عشان نوصل لحاجة تفيد مصر وكان الموضوع منتهي ولكن بعد اتفاق على الجهاز بشكل ما التعديل في الاتفاق اللي تم هو كان سبب عدم إتمام الموضوع اللي هو يتعديل بقى علشان هو الناس بتتكلم إن كابتن عصاب الحاضر كان يبقى مدرب حراس علينا نقول نقطة في حق الناس حقيقية ونقطة في حقهم يعني مش صحيحة يعني النقطة الحقيقية إن هما قالوا الإهاب هات اللي أنت عايزه حطوله اختيارات كتيرة جداً والاختار اللي أنت عايزه ولكن كانت النقطة في عدم موجود عنصر أو عنصرين من اللي كابتن إهاب بيستريح جداً في التعامل معه اللي هما مين؟ كابتن حمد وكابتن مصطفى كمال حد إما كابتن حمد إبراهيم وكابتن مصطفى كمال وكان إهاب واضح جداً في الجلسة اللي جامعته مع أستاذ عمر الجنيني ومع أستاذ الوزير ومع محمد فاطل كابتن محمد فاطل فإن الناس ديت لو أنتوا عايزين نجاح للجهاز فأنا محتاج أشتغل بالناس اللي عارفة فكري وده طبيع جداً مغض النظر عن المسميات والأسماء والنجوم وكده أنا في الآخر في فكرة هعملو لأن يعني الناس متعرفوش بقى وتعرفو إهاب بيعمل 99% من الشغل كابتناء بيعملو من إيه تزد يعني الناس المساعدين على قدم هم بيستفيدوا جداً من وجوده معهم على قدم هو ديكتاتور إيهاب ديكتاتور في شغله فبالتالي وجود الناس من أعدامها هو عبارة عن عوامل مساعدة فأنت هتجيب لي حد ما اشتغلش معي أي إن كان كفاته أنا هقعد أعلم فيه طريقتي وشغلي فهناخد وقت وده مش طبيعي في ظلة متطلبات كانت تبقى مطلوبة منه كبيرة جداً في تحقيق نجاحات كبيرة في فوز في كل المباريات في المنافسة على صعود لكسعالم لأمم أفريقيا فأنت بالتالي لازم توفره العوامل ومن ضمن أهم العوامل جهازه اللي هو بيبصله بعينه بيفهمه وعايزة فليه تجيب لي حد تاني أنا لسه مش عارفه هو اتفق معه من أول يوم فوقف أمه كانت الأمور منتهية بس جينا في لحظة قبل التوقيع بيوم حصل بقى التعديل بطريقة أنا شايفها مش مناسبة يعني كان ممكن أنت يبقى فيه زكاء شوية في التعامل إن كان ممكن نجيبها بطريقة مش اللي جات بيها في كل واحد ليه مدخل يعني ممكن أنت تقنعني بطريقة وأنا أقنعك بطريقة مع كابتن إهاب الرسالة جات سريعة وكذا ومش نافع ولازم نعمل كذا وكذا فكان رد فعله هادي جداً وسريعنا مش موجود مش عشان العناصر دي أهمية وجودها وعدم أهميتها ومجرد ما نتفع على حاجة خلاص واتفقنا عليها في غرفة مغلقة ما نفعش نيجي بصورة بصورة أخرى نغيرها كان ممكن مثلاً طب أنهي أهم العنصر الأهم ويبقى فيه نقاش عليه طالما فيه فرصة لكن ساعات بيبقى أنت أنك أنت ترضي الناس كلها أو الأندية باختلاف انتماءاتها شوية فتحاول تعمل توازن ما في شكل تشكيل جهاز ممكن يبقى عائق كبير جداً بيواجه الناس في عدم اختيار الكفاءات يعني لكن أنت النهاردة بتتجي مدير فني بتخليها تحمل مسؤولية بيختار اللي هو عايزه بعد ما يختار اللي هو عايزه أنت بتحسبه تشوف عمله النهاردة أنت ما حسبت كابتن حسام البدري حسبته صح يعني على النتائج ولا على الإعلام على مستوى النتائج الراجل ناجح جداً يعني على مستوى بقى القبول اللي عنده من عند ربنا صلى الله عليه ومستوى اللي أنت حر يعني مالوش علاقة بالنتائج الراجل ناجح بكل المقييز في مقام به لكن أنت برضو جيتمشيته لهدف أو لهوى أو الفكرة عندك أو لسوشال ميديا تبنت الموضوع بشكل أما أو توجه ما حسم الموضوع فما كانش فيه الاختيار أو اختيار سواء أنت بتجيب أو اختيار وانت بتمشي ما كانش فيه كامل إرادة وإيه واختيار على أسس معينة ما كانش فيه الكلام ده فبيحصل بقى المشاكل إحنا بنعاني منها دي ما شعاني كابتن إهاب من أي مكان هيبقى مرتبط بالنتائج مش مرتبط بالأداء مليون في المئة الأداء هيبقى كويس إن شاء الله يعني النصق في ربنا يعني لكن النتائج هي اللي بتبقى العامل الأكبر في إن إهاب يكمل في مكان أولا رأي يعني إنه لازم هيحسن من الناس اللي موجودين حتى لو مجابش عن ناصر لكن أنت النهاردة بتتكلم على منتخب مصر عندك فيه نقولنا على مستوى الدوري الممتاز 30 لاعب في 18 نادي عم تكلم في 500 وشوية لاعب بتختار منهم غير المحترفين هي قصة كلها إزاي تبحث عن طرق أو لإيجاد مساحات وقتية تمرن فيها الناس عشان ياخدوا فكرك فتبتلي تشتغل عليها فأنت عندك براية في الاختيار ولكن عندك ديه في وقت شوية فيه إنك تحط الناس في مع بعض عشان يتطوروا ويندمجوا مع بعض ده العيب فكان هيبقى النتائج الأداء كويس لكن ممكن النتائج هي اللي ما تخدمش لكن ممكن آخرين تتكلم على أداء يعني كابتل حسابي بقتله مش أداء مش نتائج النتائج إيجابية لكن الأداء ممكن ما كونش عاجب الناس شوية أو تعديلت بشكل مع فرق أنت شايفها يعني ضعيفة مثلاً فبقى أداء مش كويس قوي بس يعني في الآخر أنا متخيل أن أنت عندك عاملين يخلوا الواحد فيهم لو تحقق بنسبة كويسة لابد من استمرار الجهاز لو واحد بيحقق نتائجه فمحظوظ ياسيدي خليه يكمل بدأ ماشي معي أو واحد بيحقق أداء كويس جداً بس النتائج مش من أداء أصبر النتائج هتيجي لكن هو التغيير بيجي لو أداء وحش والنتائج وحش لازم تغير باعتبار حدثتك من أكبر وكلاء في مصر اللعيب اللي بيمضل أكتر من نادي تأثير ربطة الأندية بقى إيه؟ يعني اللعيب بيجي يمضل نادي هنا وهنا وفي الآخر يقولك النادي اللي هيخلص الاستغناء بس الموضوع ده موجود في مصر بس نقول الموضوع سهل شوية خلينا الكلم لو أحيان الأول وبعدين الكلم على ثقافة يعني لو أحيان اللعب اللي بيوقع لناديين وهو مرتبط بالنادي ما يمضي العشرة في الآخر ارتباط الموضوع بيستغنى نادي بيقدر يخدها ممكن بعض الوكلاء ياخدوا اللعب بتاعهم عشان يضمنوا حقهم أنهم عملوا شغل اللعب يمضوا في النادي ده والنادي ده والنادي ده وللو ماهمكش النادي اللي يعف يخلص يخلص ولكن ده للأسف بيخلق جو منافسة بين الأندية فيرفع سعر اللعب وممكن الموضوع ما يتمش يبقى اللعب مضى لناديين ثلاثة وفي الآخر ما انتقلش الصح أنك تختار نادي أنت شايفه مناسب لللاعب أو اللعب يختار النادي المناسب يروح تفاوض مع الوحد وهذا النادي فقط هو اللي رح تفاوض مع النادي اللي عنده اللعب فالموضوعات ممكن تتم أسرع من أنك تخلي فيه ناديين ثلاثة يبقى إذا ما فيش مشكلة حتى لو قلنا إجرائيا ما فيش مشكلة لك هي نسبة ثقافة أنك عايز تخلص الموضوع فلازم تخلي اللعب يختار نادي واحد ثم النادي ده هو اللي يتفاوض مع النادي لكن لو إحنا جينا بقى على اللعب الحر وهرامة مالية كبيرة والناديين ما بيتعرضوش لحاجة لان الاتنين يعتبروا عندهمش مشاكل في ان اللعب ده حر فمن حقه يمضيه بألعاب عند اللعب لكن في الحالة الاولينية لو اللعب مضى لثلاث اندية وما انتخلش لو تم اسبات ده اللعب بيتوقف والاندية بتتعرض لمنع من القيد فترةين قيد في مثل بيقول ايه بيقول يعني لازم تضرب مش عارف ايه عشان يخاف ايه وانت كنت عملت موقف صحيح لوائحي واوقفت ناس يا اما مش فاهم ملايحة يا اما بتستعبط او بتستقوى فهتمنع ان اي حد يعمل القصة دي لكن بما ان اللواح رخوة شوية تطبق على الضعيف ما تطبقش على القوي فيحصل المشاكل اللي احنا فيها ده مروان محسن مروان محسن لجنة الفنية الموجودة في الاهلي جددت عقده السنة اللي فاتت ونفس اللجنة الفنية دلوقتي قررت راحير مروان محسن طيب يعني خلينا نقول ان مروان يعني ممكن يبقى يبقى نحطه في اكتر اللاعبين مظلومية في تاريخ الكورة المصرية نحطه مع عشرة كده اكتر ناس الظلمت جماهيرين لانه لانه تحسب حساب شديد جدا من الجماهير اللي اثرت طبعا على الادارة شوية ومع زورة طبعا ده اللي وقفت كتير جدا مع مروان لكن وما كان التقييم بتاع مروان كله مرتبط بالاهداف فممكن الجهد اللي كان بيبذله ما بقاش مرقي للناس ولكن يؤخذ بقى الفرص اللي بتروح منه او الاخطاء اللي بتحصل من كل الناس فالناس حسبته ولكن كان المعيار الاساسي لمشان مروان سواء في الاهلي او عندنا هو المشاركة يعني قبلها بسنة قبل التجديد بسنة كان مروان عنده نفس المشاكل في عدد الاهداف ولكن كان الجهد بتاعه رهيب وكان اساسي في المنتخب وكان اساسي في الاهلي فكانت المعيار مش ان انا موفق وبجيب جوان قد المعيار ان انا بشارك طالما بشارك فوق السبعين ثمانين في المية امشي ليه من نادي بذاتين من يسيب الاهلي فكانت الفترة اللي جددنا فيها كان هو موفق جدا جاب اربعة وخمس اهداف وكانت الامور مشية وحصلت تجديد كان المعيار بقى السنة الاخيرة اللي احنا خدنا القرار والاهلي برضو خد القرار في المشايان ان نسمة المشاركة كانت قليلة جدا يعني مش قليلة جدا كانت اهل من الطبيعي في عامل اخر ان كان مثلا مروان ما بيجيبش جوان والمهاجمين التالي ما بيجيبوش جوان مثلا مروان ممكن يبقى افضل منهم للمدربين من ناحية الجهد والتحرك وخدمة الفريق لكن السنة اللي فاتت ظهر محمد شريف واصبح من هدفين الدوري وانت استعنت بولية وما توفقش بس في الاخر اصبح شريف هو اللي بيلعب فبتالي مشاركات مروان قلت شوية كان مروان عنده عروض من كل اندية مصر وكان الاختيار مبني انك تروح نادي ما فيهوش ضغوط يعني حتى بيرومز كانت تفكر بجدية في مروان ولكن احنا ما جدنا نختار في حيات حتى يعني بجدية بس يعني ايه مستنين حاجة معينة يبيعوا لعب او حاجة زي كده بس احنا ما جدنا نختار قلنا لا مش هننتظر لان فيوتشر بتعتبر بالنسبة لنا مثالي في فريق قوي جدا فريق بدأ كبير بس برامز برضو مش جماهير انا هرجع لك هو برامز مش جماهير بس الفريق قوي ومدرب قوي عارف مروان كويس وعارف امكانياته علي ماهر مهاجم فيعرف امكانيات اللعب علي ماهر انا متخيل ان السنة دي مروان هيوحقق معاه حاجات يعني ماشا يندم عليها بس هنقول انه هو يحقق حاجات الناس هتبقى مستغرباها من ان شاء الله الاداء واللي هيعمله برامز ما كانش هيبقى ضغط جماهيري لا كان يبقى ضغط جماهيري اهلاوي شوية في حالة تضيع فرصة او حاجة كان هيبقى فيه قصص ضخمة جدا من الجماهير هتكتب فمكناش محتاجين ضغوط خالص لكن هو راح مكان ان شاء الله الضغوط يبقى ليلا فيه ويقدر يحقق ناجحات لان انا متخيل ان مروان هينافس السنة دي على هدف الدوري تشايف من قصتك دي ان مروان محسي ماخدش دعم من لعبة الاهلي؟ مش عايز اقول كده بس عايز اقول ان لو كان حصل دعم انا فاكر جون مثلا حسام غالي راح عملها المتعب في فترة كان متعب واقع فيها يعني متخيل انا كان ممكن افكر في مروان شوية لان الناس بتحبه جدا يعني احد اهم الدعمين لمروان انه يروح في بوتشار ساعد سمير ونجد يعني كانوا بيكلموا مع كابتنا علي لما تأخرنا شوية في التفاوض كان هما اللي بتغطوا هل اللعيبة بتحبه يعني ما بالحب ان احنا بنخرج سوا ولا فاهمة قيمته اللعيبة عارفة قيمته فكان ممكن يحصل بعض المساعدات اللي ممكن تخلي اللعب يحرز اهداف فالامور التفاوض لكن في الاخر هو نصيب وتوفيق لكن ما ده شوية مروان من احد اهم المهاجمين في مصر طبعا الناحية التهديفية ده زي ما قلتلك رزق يعني مش هنقدر نتكلم فيه قوي ولكنه مهم يعني معيار من استمرار لاعب في نادي كبير زي الاهل يبحث عن البطولات فمحتاج المهاجم بتاعه يجيب اهداف فطبعا هنشوف يعني في مهاجمين جات حسام حسن ده مهاجم كواس جد خلينا نستنى سنة ونشوف عدد الاهداف اللي هيجيبها هل هي تساوي عدد الاهداف اللي جابها في سموحة ولا لأ فنيجي نقيم بقى ولا جهده ايه ولا لسه هيخد فرصة ففي الاخر ممكن تجد ان ظاهرة عامة احنا ما عندناش يعني يعني مهاجم يجيب 16-17 جون في موسم كامل مكاوم من 34 مباره معدل التهديف ده يعني يعني طوله يعني ضعيف جد يعني ما جابش كل ماتش جونين يعني مش طبيعي يعني وصله كام فرصة وضايع قد يسيبك كمان من اللي جوان اللي جابها وضايع قد ايه هلين اخد معيار التضيع يعني لو لو محمد شريف كمهاجم جاب 17 جون وضايع 50 جون انا ما شايف معدل كويس لو اشتغل على الجون كتير فيجيب كمان عشرة من الخمسين دول يبقى معدل كويس جدا بس انا متخيل ان فوق العشرين رقم لم يحقق في اخر عشرين سنة يمكن الا مرة كان نفس ان مروان يبقى عنده منقولها ايه البلاطة او عدم التفكير في الجماهير والحاجات دي كان ممكن يبقى اموره احسن شوية وهي متابعة السوشال ميديا دي برضو مرهقة شوية وللامانة في حاجات حلوة بتتقال يعني انا كنت مبسوط جدا من الاعلان بتاع مروان محسن جدا ناس نقضيته قوي انا كنت مبسوط جد لانه خفف عليه ضغوط رهيبة ومتخيل انه ياخد الاعلان يحط الحاجة اللي حرفتها دي اللي مضايقاتك وطب اولا ايه اعملها في اعلان يا اولادي اللازين اشتغلصوا علي فانا كنت مبسوط من الاعلان وانما تسألت عليه عجبتني جد يعني صاحب فكرة الاعلان ده لازم ياخد مكافأة انه يستخدمها زي اعلان الولد باسم جميل باسم مرسي بما طلع عمل تريند يعني انك تستفيد من الحاجة اللي بتحصللك بشكل ايجابي فترفع بها ضغوط عن نفسك دي حاجة جيدة جد مصطفى البادر انت كنت وكيله وتعاقد مع الاهلي بعدين راحل مجانا ورجع دلوقت الاهلي ازاي بقى القصة؟ طيب هو مصطفى احنا ما جيه الاهلي كان جيه الاهلي في النشئين فيه مشكلة فيه فجوة شوية بين قطاع النشئين والفريل الاول في بعض اللي مش فجوة يعني يعني فيه اختيارات بتتم في قطاع النشئين مختلف عن الاختيارات اللي بتتم في الفريل الاول يعني ممكن قطاع النشئين يعجبوا لعب فيجيبوا ويخدم القطاع لكن اللعب ياخد الفرصة في الفرية الأول ممكن يبقى فيها صعوبة شوية فدي محتاجة تنصيق كامل بين الإدارة تحت وفوق أن يبقى فيه توافق لأن اللعيبة كتيرة ممكن تتظلم وتتحرك والأهل عالج الموضوع ده شوية هقولك عالجه إزاي لكن صفة بدري لما لعب في القالي لعب سنة كاملة في قطاع الناشئين ما طلعش فوق خالص وأنا كنت بتكلم معهم فوق يا جماعة اللعب كويس هيمشي يعني بصوا عليه فوق وبرضه خلينا نقول الحقيقة ممكن يكون الولد ما كانش جاب المستوى اللي جابه ده الدليل إنه لما ماشي من الأهلي راح الإنتاج الحرب ستة شهور ما لعبش خالص لعب مراح أسوان إعارة من الإنتاج الحرب بلعب بقى عمل نص موسم رائع جدا وجاله عروض كتيرة وكان من ضمن العروض نا كنت قاعد مرة مع كابتن سيد وسألني عليه قلتوا يا كابتن خلي بالك الولد ده كان عندكم السنة اللي فاتت يعني فقطاع فطبعا إيه بقى الخلاف مش الخلاف خلينا نقول عدم المتابعة الجيدة بين فوق وبين تحت هم علجوها بقى السنة الأخيرة دي إن كان عدد الناس اللي بتطلع كتيرة جدا عدد الناس اللي بيرشحوها من تحت تطلع فوق بقت كتيرة جدا فانت هتلاقي عدد كبيرة من النشئين اتعرف اسمها في مطشط الودية وكده من مراجعة الخطأ اللي حصل في واحد زي مصطفى بدل إنه كان من أولاد القطاع وانت إزاي ما تاخدش بالك منه فبالتالي لما عمل بقى موسم مع الإنتاج اللي احنا شفناه ده موسم رائع كان مطلب بقى الكل الأندية لو أظن أحد أهم الأسباب اللي خليتوا يروح الأهلي تاني هي أسباب ممكن تبقى تنافسية استثمارية أكتر منها فنية ما معنى؟ تنافسية من الأندية فينا ديين كبارة عايزين نفس اللعب مهم مننا ناخده واستثمارية إن اللعب ممكن اشتريه بـ X من الأرقام وعيره السنتين دول بنفس الـ X فبأكسبت في الكورة ويرجع لي إذا تطور وتفوق مارجع ليش هقدر أبيعه وأكسب فهي فكرة استثمارية تنافسية إنما الزلغرين بتاعك ما يكسبك شي تقدر تاخد منه اللعب لو أنت عايزه وفي نفس الوقت ممكن اللعب يتقلق فتاخده تاني بعد المدة الأعارة اللي هي السنتين اللي راحها يعني وقال فعلاً إن الزمالك كان عايز مصطفى البادري أه طبعاً ولم حصلش بسبب اللعب ولا بسبب لأ أنا عشان كده بقولك يا اللقطات الأخيرة دي حصل فيها كلام كتير جداً اللعب كان قريب جداً من سراميكا وفاركو أكتر من الأهلي والزمالك بس المنافسة اللي في آخر يومين هي اللي عملت اللخبطة دي ويمكن مثلاً أربع وكل اشتغلوا في الموضوع كل واحد بيشد في اتجاه وكانت أنا ما كلمت الأهلي في الأول ما كان أمير يعني ما كانش بفكر قوي وبعدين رجع فكر بس بنص نص وبعدين في الآخر الموضوع 24 ساعة كانت قرارة اتاخذ والقيمة المالية كانت صغيرة بصراحة واللعب يستحقها أنا شايفه من أهم اللعبين في مصر بس في الفرق اللي عندها مساحات قدام بتلعب فيها هيبقى حاجة عظيمة دي إسلام جاب برضو حفظ مع نفس الكلام الفترة دي ليه كان الأهلي بيجيب لعبها صغيرة ودها النشئين وبعد كده ما بتكملش في عدد من الصفقات بيجيبها النادي الأهلي زي ما قلت لك من الدرجة التانية تبقى فيه لجنة لاختيار اللاعبين في الدرجة التانية في النادي الأهلي فممكن بقولك تختار اللاعبين بس ممكن إيه الكفاءة واللعب بقى جاهز لأنه يجاب من الدرجة التانية يلعب في الأهلي على دول بتبقى فيها مشكلة شوية فالأهلي بيبقى عنده سياسة كده يجيب اللاعب ثم يعيره لأحد الأندية في الدولة المنتزة بالعلاقات في صفقات تبادلية زي ما بيحصل فبالتالي اللاعب لو اتطور بيرجع لهم هما بيكونوا جابوا جزء كبير من الأموال اللي اتدفعت فيه فبالتالي بقى شر خسائر فيه كبيرة بس الرزق قليل والفايدة كبيرة لو اللاعب ده تقلقوا بقى كويس ورجع لهم فبالتالي بيتم الفايدة منه زي مثلا عاملة عمار حمدي لما بيطلع ويرجع زي إحمد عبقادر لما طلع ورجع ففي فايدة كبيرة من أنك تجيب اللاعب المميزة وتعيرها لكن بقى ايه الاختيار لازم يكون يعني ممكن يعني يتم حاول التحسين الاختيار بذات أن لعب الدرجة التانية تقلقه في الدرجة دي مش معيار كافي ونهائي لأنه يناسب الأندية الكبيرة في الدولة الممتازة لكن لو راح أندية متوسطة ولعب فيها وكمل ممكن بعد كده يبقى مناسب للأندية الكبيرة البعض بيقول أن الكابتن تابن النحاس ما بيجيبش صفقات في الأهلي غير بالاتفاق مع الكابتن عادل القياع ترد على ده تقول ايه كانت عادل القياع ده راجل جميل والرجل وضع أسس لكل مديرين التسويق والتعاقدات في مصر كلها وأنا شايف أن هذا الرجل كان لابد من الاستفادة منه على مستوى مصر كلها أن يعرف الناس النواحي التنفيذية والعملية في المهنة دي عشان خاطر الناس تستفيد منه يعني الفترة اللي هو كان موجود فيها حصل شغل كتير جداً كان ممكن ناحية العمرية والسن كان كابتن عادل كبر شوية فكان وضع الوكلة دخل بشكل ما وكان بيتعامل مع كل الناس يعني بس ممكن يبقى في سنة ارتياح شوية للتعامل ما حد صادق شوية لو لقى أن تامر عنده شوية صدق شوية أمانة في العرض ما بيشتغلش على الطرفين إذا وعدتك بحاجة هعملها يعني احنا بيشتغل في مصطفى جعفر من 15 سنة قلت كلمت لكابتن عادل قلت له هيروح الزمالك لو قالت مش هيجلكم كان فيه منافسة وقلت له خدت وروحت الزمالك واللعب اللي بيروح لهم بقول له هيروح لكم بيروح فكان فيه توافق شوية في الشغل بشكل ما لكن كابتن عادل بقى له ممكن ست سنين الوقت أو سبع سنين مش موجود في النادي الآن يعني موجود كمستشار كمستشار للتعقدات والتسويق ولكن كناحية تنفيذية فترة جيك كابتن هادي فترة جيك كابتن سيد فترة جيك كابتن مادي طلبة فترة بقى اللي من ساعة ما أمير جيه وأنا شايفه بيحقق نجاحات جيدة في ظل الدور اللي هو بيقوم بيه إن 90% من السفاقات اللي بتطلب منه بينجح إن هو يتعاقد معها علما بأن برضو الظهير القوي اللي هو اسمه النادي الأهلي هيخدم أي حد في أي مكان لكن برضو قدرات الشخص نفسه في وظيفته أو في مهنته بتساعد على تحقيق نجاح يعني وده اللي أين بيه أمير بصراحة من نسبة كانت الناس بتتكلم إن اللاعب اللي كان اسمه محمد جمال أنت كنت وكيله تم الاتفاق بينك وبين الزمالك مستشار مرضى منصور أنه هيروح نادي الزمالك وتم دفع مليون جنيه مقابل تسهيل انتقال عمر الصلاية من الإسماعيلي للزمالك صحة الكلام ده إيه؟ لا هي القصة بتاعت محمد جمال تريكة ده أحد اللاعبين اللي عارف أنت ساعات في الكرة كده تلاقي لعب موهوب فعلا لكن حظه قليل شوي الولد ده فعلا عنده موهبة وممكن يكون اسم تريكة اللي ارتبط به يعني عمل ضغوط عليه أكتر من اللازم لكن اللاعب ده عنده موهبة كبيرة وكانت الفكرة لما كان المدربين بتوعه معظم مدربين الترسانة بيبقوا نادي الزمالك فلما رشحنا اسمه اتصل مشار مرتضى بالمدرب ساعته أنا مش فاكر مين فمش عايز أقول بس معظم المدربين اللي كانوا موجودين سواء الكابتن أحمد عب حليم أو مش فاكر مين التاني بس في حد تكلمه من مشار مرتضى وقاله لا لعب خده ودفع فيه مليون جنيه وكانت الفكرة ان القيمة كانت زنقت انها كانت واحد وثلاثين فطلع اعراض للداخلية سنة وبعدين السنة اللي بعدها برضو القيمة كانت بتخنق شوية فتم الاستغناء عنه ومخدش فرصته في الزمالك مع ان انا متخنى لو كان خد فرصته كان ممكن يبقى حاجة كبيرة يا لكن محمد جمال ما كانش ليه دور خالص في عمل السنة اللي هو يعني الاتفاق بينكم مثلا وبين المتضى منصور اللي هو ده هيجي فالسنة الجالية لا انا بشغلي بسيط جدا انا بجعود مع اللاعب اللي عندي واقول له انت عندنا عرض من الاهلي من الزمالك من بيرمز وخيروا بين العروض وديله بخبرتي المزايا والعيوب في كل مكان وان حتى النواحي المالية ببقى انا بنسبة كبيرة بستنتج شكل الارقام اللي احنا بنتحرك فيها فاللعب ببقى مختار هيروح فين قبل ما نروح فلو جيت عالسولاية هو اختار الاهلي وانا بلغت المشار المرتضى وحتى حصل حاجة لزيزة كان ساعتها في انتخابات مجل الشعب وكان عمر السولاية البلد اللي هو منها من ضمن الدارة الانتخابية بتاعت المشار المرتضى فحصل كلام مع ناس هناك قريبين من ولاد عمرو وكان الوضع مستقر جدا انه لازه يروح لأهلي حتى كان فيه مباراة بين الإسماعيلي والزمالك ومشاء المرتضى نزل سلم على عمرو وهزر مع عمرو وكان عارف ان عمرو مش هيك فما كانش فيه حاجة خالص من عمرو طبعا وعمر اي حد يعوزه لكن في الاخر بتستريح انت من ايه هو المشكلة انك تعمل منافسة غير حقيقية بين الاندية عشان تعلي سعر لاعب او تعمل مشكلة يعني في الاخر بتخسر احد الناديين لكن لو من الاول النادي اللي عايز اللاعب انت قلت له اللاعب ده عايز يجي لك وانت هنا خلاص النادي التاني بيخرج حتى ما بيحصلش ازدياد في الاسعار لما انت بتعمل كده يعني محمد شريف كان وقع للزمالك وفجأة بقى موجود في الاهلي عايزين نعرف كواليس الزمالك ايه؟ كواليس الاهلي ايه؟ عايز حاجات قديمة كنت ايه مش عارف طيب خلينا نقول محمد شريف فعلا وقع للزمالك وقع في مكتبي مع كابتن اسماعيل يوسف كان سعيدة عود مجلس ادارة ومع مدير التعقدات ووقعنا وملنا العود وكل حاجة وكان النادي الاهلي يعني بنسبة كبيرة مش واخدين بالهم من محمد شريف خالص وبعدين كان عن طرح الزمالك في نفس الاسبوع ده وكان المفهود اللي يروح بعديه كان محمد شريف كان سعيدة كابتن ايهاب جلال هو المدير الفاني وهو كانوا اخد بالهم من محمد شريف وطلبه اخر ثلاثة ايام حصل منافسة جديدة لو تفتكر بين الاهلي والزمالك في صلاح محصن فبلغوني نادي الزمالك انه هما هيستنوا على محمد شريف لنهاية السنة لانه ما كانش ينفع يجيبه محمد شريف وصلاح محصن كان واحد فيهم هي كان عندهم امل كبير جدا يجيبه صلاح محصن بذات ان الكابتن ايهاب كان مدربه في امبي وزكى وجود اللاعب في نادي الزمالك يعني الكابتن ايهاب جلال زكى صلاح محصن عن محمد شريف لا اعيز تلاتة اعيز عنطر وبس النادي الزمالك قال هجيب اتنين بس خلص عنطر ودخل على اه اه صلاح محصن عشان كصف كب اه خمسة واربها هو برضو خلي بالك محمد عنطر كان فيه كلام مع الاهلي مش محلوا عايزون قصة شريف لا لا انا احكي لك حاجة عامة يعني ان ساعات اللاعب القطبين بيجروا وراه اكتر شوية لو النادي الاخر عايزه لكن مثلا محمد شريف كان الزمالك بس اللي عايزه فالزمالك كان بيتحرك فيه بهدوء شوي لكن في عنطر كان بيجري وفي صلاح محصن كان بيجري استطاع انه ياخد عنطر وما نجحش انه ياخد اه صلاح محصن محمد شريف بقى وقع في مكتبك وبعدين مع الزمالك في نص يناير بالزبط والنادي الزمالك اتأخر بعد ما تفاوضنا مع محنس ماجد سامي خلصنا التفاوض جي الزمالك تراجع وقالي هننتظر محمد شريف لبداية السنة كان عندما تجد سامي كان عايز كامل الزمالك في محمد شريف خمستاشر كان السعر اللي ساعتها كان خمستاشر وكان الطلب الرقم وكان هده اللي هيدفع في عنطر وده اللي كان هيدفع في محمد شريف بس هو صلاح محصن اللي فلت شوية لكن حصل بعدها ان كابتن زيزو زعل شوية مني كابتن زيزو كان هو مدير الرياضي في النادي الاهلي كابتن زعلان ليه قال انت وديت عنطر الزمالك وحنا كنا عايزينه حكيت له ان انا مش زنبي حاجة انتو اللي اتأخرته وخدته قرار متأخر وانا ما برجعش في كلمتي يعني ان انت فقط مع الزمالك لكن عندي لعب لان يقل عن عنطر بل بالعكس هو لعب موهوب جداً وقلت له على شرط جميل قلت له لو عرفت يا كابتن انت محمد شريف بيلعب الرجل اليمين ولا الشمال يبقى احنا نشوف هنعمل ايه ودي كانت حقيقة محمد شريف بيلعب برجل الاتنين والفضل في ده بعد ربنا الوالده من صغره كان بيخليه يلعب برجل الاتنين يعني وشاف الفيديو كابتن زيزو اعجب جداً بالولد جداً وبلغ كابتن خطيبه احنا عادينا فيه لعب هنجيبه وتفاوضنا فيه والجهاز الفني في الاهلي والادارة مش عارفين مع ما شريف بل بالعكس بتادوا يتفرجوا على فيديوهاتهم مساعدة بحبيز يكلمني يقولي اللعب ده ازاي مخدناش بالنا منه واللاعب لعب مباركاً وحش فيها جداً وحتى حصل اتصال بين كابتن خطيبه وكابتن زيزو قاله الولد يعني هل هو انت متخيل ان هو على المستوى يا كابتن زيزو كابتن زيزو اختحمل مسئولية كاملة هو سبب رئيسي لوجود محمد شريف في النادي الاهلي كابتن زيزو خاد مسئولية فيهم 30 يناير بتحملها كاملة والحمد لله ان الولد نجح وبما الولد ما نجحش في اول 6 شهور انا طلعت اقولت ده هيبقى مستقبل الكرة المصرية لان انت بتتكلم على اللعب عنده امكانيات ممكن يبقى عنده بعض القصور في الشخصية عالجها مع الوقت وعالجها في الجزء الفني شوية في السنة بتاعت امبي لكن هو لاعب زيو امكانيات فعلاً عالية جدا عنطر ايه اللي حصل وقال رائح الاهلي خلاص وفجأة بقى في الزمالك محمد عنطر كان في النادي الزمالك مضاه برضو اقول لك حاجة محمد عنطر ومحمد شريف مضوا في نفس اليوم عندي في مكتب ده الساعة 10 بليل وده الساعة 10 بليل في مكتب مع نفس الاشخاص اللي احنا مضينا معهم ولكن عنطر بعد ما مضى في النادي الزمالك كان مستاغلي لـ 15 مليون اللي اتطلبت فكان ماسك في العشر الاهلي قدم عرضه ووصل لـ 13 مليون فوافق حجم حمود الأسوتي على بيعه للنادي الاهلي ولكن نادي الزمالك في اخر لحظة عرض لـ 15 مليون وعرضهم كاش فكان فيه تخوف وان ده مش هيحصل لكن سيف ابن الحج محمود الأسوتي راح نادي الزمالك وخد الفلوس كايس بشونة ومشي بها هنا عندنا مثال كده عبدالله السعيد لما مضى في الزمالك في قراره هو طبعا يتحمل مسؤوليته وممكن يكون صح يعني او غلط كل واحد ياخده براحته كانت الفكرة كلها انه مخدش شيك مكتوب فيه رقم كبير والفلوس كانت متلصصة كده فقدرتك على اتخاذ القرار والفلوس قدامك بتبقى أسرع شوية من انك انت مسك ورقة لسه هتروح تصرفها بكرة لكن لكن لما بتشوف الرزم الفين رزم امتنات رقم ضخم جداً بيخلي القرار سريع يعني مجدي أفشا ده جميل محمد مجدي أفشا ده حد اهم اللاعبين اللي موجودين في مصر من زمان يعني حاولت اوقع معاه من زمان جداً انه هو لسه صغير يعني قبل امبي وتاريخه لو الناس تفتكر كان امبي ناشئين طلع سنة الرجاء وبعدين رجع امبي تاني وفرق معك ادن الكابتن اهاب لما جاء امبي بعدين اتقل لبيرامد قعد سنة في صفقة بعضه اعتبر عالية ثم خد قرار غريب جد نعم ده بقى ساب الفلوس كان بياخد في امبي رقم في بيرامدز رقم كبير خد تقريباً ستين او خمسة ستين في المائة منه في الاهلي وترك الفرق ده كبير عشان النادي الاهلي فكانت فكرة فكان هم يعني عنده هاجس من التوقيع للوكلاء فكان رافض هو بقى بيشتغل مع اتنين من الوكل الشباب الجمال جداً عبد الرحمن اسماعيل واسلام الشحاد ولاد جميلة جداً وتوافقت انا معهم في ان احنا ممكن نشتغل في النادي الاهلي وساعة ما كان في بيرامدز وكنا عاديين في كفيفة قلت له انا مشتغلش مع حد مش ماضي اقفشفها مديلي فكان مش عايز يمضي فجبت ورقة منديل ومضيته عليها يعني في مفارقة غريبة جداً ان اول عقد مضى ميسي في حياته كان على ورقة منديل لحد يعني هو صغير 13 سنة فمضى على ورقة منديل ومعانا المنديل يعني بتذكار فان هو كان احد الاسباب اللي ربنا كرم افشا انه يروح فيها النادي الاهلي كان الصعوبة مش ان النادي الاهلي عايزه ولا اكت صعوبة ان بيرامدز كان لها رغبة في استقطاب احد اللاعبين من الزمالك وهو ابراهيم حسن وبالمناسبة لعب كبير فكانوا عايزين يودوا افشا الزمالك عشان ياخدوا ابراهيم حسن الزمالك يروح بيرامدز وابشا يروح الزمالك ولكن اللاعب اثار وتنازل كتير جداً مالياً عشان يروح النادي الاهلي مش فاكر بصراحة اسماء في فكرة ان اللاعب يبقى في الزمالك فالاهلي يعرض اكتر انا قلتلك هي القصة في الاخر القصة المالية فعلاً قريبة يعني ما بتبعتش الاثنين الناديين بيقربوا من بعض لكن ممكن يبقى فيه عدم التزام باللي مكتوب في العد مثلاً في فترة سابقة من نادي الزمالك فاللعباء بتحب تروح الاهلي لان كان الالتزام اكتر لكن مثلاً اخر خمس سنين الالتزام المالي في الزمالك رائع جداً وفيش حد ليه فلوس معيار الاساسي دائماً لاي لعب هو المشاركة بالنسبة لنا انك تشارك في نادي متوسط او نادي من الاندية في نص الجدول او حتى في اخر الجدول اهم مليون مرة من انك تروح نادي تقعد في احتياطي وما تلعبش لانك مش بس الفلوس هيا اللي بتبقى مؤثرة لكن الاهم انت مستواك بينزل وبالتالي لما النادي ما بيحتفص بيك لمدة طويلة طول ما انت مش ملكش رصيد عنك فبالتالي ممكن تمشي فتلاقي نفسك وتبتدي بدايات مش جيدة في اندية اخرى يعني بس شايف مسلا ساعات الاهلي بيعمل حاجة انه عايز يجيب لعب يعني فيه اتنين لعيبة كان الاهلي عايزهم من دجلة كريم الدبيسي واحمد شريف وكانت الفكرة انه يعيرهم ياخدهم ويعيرهم طب المبالغ بتاعتهم كبيرة اللعيبة دي مستر ماجد سامي شايف انه ممكن يبقى لها فرصة في المشاركة في النادي الاهلي فهو مش عايز يعيرهم لانه بقى فيه نسب بيع بعد ما تيتم التعاقد بقيم مالية معينة فهو شايف ان اللعبة تشارك فالاهلي شايف ان لأ انا تلح اعاره على طول عشان تشارك في عنديها اخرى وتيجي تلعب فانا شايف ان الامثل انك بتدي فرصة للعب سنة في الاهلي اذا اثبت نفسه يلعب اوكي بذات لو سنو صغير ما اثبتش نفسه بتعيره لمدة سنة بعدها تقدر تقيم فكرة مستوى مشاركته لان يعني مش حلوة اوي انك تجيب اللعب النهاردة وتعيره النهاردة يبقى ما دخلش حتى النادي يعني ما تحسبش حتى على النادي ما خدش فرصة ما خدش حتى نقول ايه انه ضوج المشاركة مع نجوم الاهلي فبالتالي يكتسب قدرات لما تيجي تعيره بعد كده يبقى عنده التزامات والحاجات الحلوة اللي بيكتسبها من الاهلي يروح يطبقها برا فيبقى اسمه لعب الاهلي انك لما تجيبه في اول لحظة وتبعيره على طول قبل ما يخش الاهلي حتى ما يخشش جوه المنظومة فبالتالي ما اكتسبش حاجة لعيب اول ما بدأت مثلا وعقليته لحد دلوقتي عجبك مين؟ يعني خلينا اقولك اهمهم عمر السلية بصراحة يعني هما في كتير عمر السلية عقليته تعجبني جدا احمد مدبولي من الناس اللي عقليته كويسة جدا حمود علاء باللعيبة اللي عقليتها مختلفة ديها اللعيبة اللي فهمة ان مجال كرة القدم هو مجال قصير المدى من 10-15 سنة ماكسيم لللاعب لو لم يحقق فيه نواحي مالية جيدة فبالتالي هيبقى عنده مشكلة فلو ضيع فرص كتيرة في ان هو مهتمش بنفسه وتدريباته وتطوير نفسه هيبقى عنده مشكلة كبيرة ان الكرة هتنتهي وللأسف المستقبل بتاع اللاعبين نتيجة بعض القصور في النواحي التعليمية والامكانيات حتى يطور نفسه في جانب الوظيفة انه يبقى موظف بعد كده حتى لو في المجال فبيبقى عنده مشكلة شوية ودي عندنا مشكلة عامة اللاعبين مش لازم الموهبة او اللاعب الكويس يكون عنده قدرة انه هو درس فبالتالي يبقى عنده ناحية تعليمية ممكن تساعده شوية لو حتى ما كملش في مجال الكرة كتير فاللي فهم كده وطور من نفسه وفضل يطور ده اللي هيبقى عنده امكانية انه هيبقى حاجة كويسة في المستقبل حتى بعد مجال الكرة فاحنا ما نيجي نتكلم عن اللاعبة اللي هي عندها التزام وفاهم شوية هتلاقي اللاعبة ديت يا اما الاهل كان ليهم دور في انه شخصيتهم تتكون يا اما ثقافته وتعليمه فانيجي نقول عمر السلاء يا لأ كان ليه دوره وبالذات والده كان متابع جيد جدا لكل خطوة في حياته فبالتالي عمر السلاء من اهم اللاعبة اللي انت تقدر تقول ان هي عندها شخصية وتحدث فارق في تفكيرها والتزامها عن قول احمد مدبولي في الاسماعيل من الناس اللي عندها شخصية بذلك يدرس الحقوق والحقوق دي من اهم الكليات اللي ممكن تتبني شخصية الانسان محمود علاء خديق حقوق فبالتالي برضو عنده عنده امكانيات عقلية جيدة جدا وهو بيفكر مش لازم الامكانات تبقى اعلى حاجة لللاعب لكن ممكن زكاءه يخليه يظهر امكانياته العالية ويداري على امكانياته الاقل فبالتالي يبن بامكانيات جيدة ففيه لعبة كتير انا مش عايز انسى حد لكن انا بكلمك في العموم اللعب لعب مش معاي انا متخيل ان هو بيعمل شغل على نفسه كويس جدا هو طريق حامد مثلا في الزمالك ان انت ما بتكلمش على لاعب زق امكانيات جبارة يعني كموهبة لكن كامكانيات واحد فاهم مهم مركزه وفاهم ان رسماله في هذا المركز هو الناحية البدنية فبيشتغل برايفت على نفسه فبالتالي هو في هذا السن 32-33 سنة مازال مطلوب من نديه واندية اخرى وبياخد ارقام كبيرة فده واحد فاهم بيشتغل على نفسه انا يعجبني النوع ده رامي صبري من النمازج برضو اللي انت ممكن تقول ان هو حافظ على مستواه في ظل امكانيات جيدة في امبي فترة طويلة جدا ومن الناس اللي كان نفسي نادي الاهلي لما طلبوا امبي كانوا يوافقوا كان نفسي امبي تراعي جدا ان الفرصة اللاعب في هذا السن في هذا الوقت لما تجيله في ظل ظروف احتياج لهذا المركز كان لازم يسيبوه وده انا باخذ على امبي الكلام ده وانها ممكن وهي بتتكلم في تفاوض تطلب في التفاوض او ترفض الاول ان اللاعب يروح او تطلب ارقام مبالغ فيها في اللاعبين العمر بتاعهم عشان تجيلوا الفرصة دي تاني مش سهلة رمي صابر يجيله النادي الاهلي وهو معدل تلاتين سنة وما تخلوش يمشي ده بصراحة يعني رؤية تفكر فيها في نفسك اكتر ما تفكر فيها في الاخر اللي هو اديك عشر سنين علي فاوزي عنده تسعة وعشرين سنة لما تجيله فرصة في بيرمز هياخد فيها اربع او خمس اضعاف اللي بياخدوا عندك لازم فيه مراعاة شوية وانت بتتفاوض مش لازم تاخد احسن حاجة يعني انا باواجه بعض المشاكل في اقناع الناس بده علما بان انا مقدر تماما ان الناس ممكن يبقى عندها نواقص في المجأة ماكن دي ومصلحة الفريق مهمة لكن في سن معين للعب لازم يبقى عندك رؤية اكبر شوية لان اللاعب عمر قصير طب لعب مش معاك تتمنى اللي كنت تبقى وكيله طب خلينا نقول قصة ما حدش يعرفها محمد صلاح كنت انا معادي متعاقد مع شركة انجليزي وكانوا جابوا عرض لمحمد صلاح في اسكتلاند احد الفرق الكبير كان لسه محمد صلاح في الموين العرب ومضالي محمد صلاح عقد لهذه الشركة في اوروبا والشركة جابت له العرض ولكن اثناء ده جات له عرض من شركة اخرى على انه ينتقل لبازل وقعدت مع محمد وقال ان انا يعني فضل بازل وكان طبعا يبقى فيه مشكلة انك تبقى موقع لاثنين وانا قلت له ما تقلقش العقد عندي وما زال العقد عندي لحد دلوقتي وراح محمد صلاح بازل وانطلق في ربا وكنت اتمنى ان بازل يتأخر شوية وروح اسكتلاندا ونكمل معه لكن هو جميل يعني لو انت عندك لعب بعقلية محمد صلاح انت كوكيل هتستريح جدا لانه هيديك المساحة اللي انت دار تشغل فيها وهيبقى دوره مواضح جدا في تطوير نفسه فنيا وعقليا ويديك المساحة في التفاوض في كل اللي يهمك فبالتالي انت بتريح نفسك لكن احنا للأسف عندنا في بعض الاحيان اللاعب بيظن انه يوفر شوية لو يتعامل من غير الوكيل وبالتالي هو بيخسر على المدى البعيد للأسف لان كل واحد اولى بشغلته انت كلاعب محتاج تركز جدا في النواحي الفنية واتطور نفسك ازاي وتركز في الملعب وتترك المفاوضات للوكيل بتاعك طالما تصق فيه وعنده من الكفاءة والامانة اللي انت تصق فيه فخلص سيبه بقى يقوم بدوره وانت قوم بدورك فيحصل نجاحه كده لكن لو انت فكرت في الاخر انك توفر النسبة اللي هياخدها وده بيحصل في بعض الاحيان للأسف فبالتالي على المدى البعيد بنخسر شوية بذات ان محتاج بياخد رزق حد يعني طيب صفقة سببتلك مشاكل في احد الاندي الاهلي او الزمالك طيب يا فيه يعني انتقال كان يعني عمال لي مشكلة شوية وانا طبعا ممكن اكون يعني تسرعت شوية فيها كان ايمن اشرف كنت ايمن اشرف فانا اخدته من الاهلي اعارة سنة لسموحة بعدين سموحة اشتريته من نادي الاهلي واقعد ثلاث سنين في سموحة ولما بقى فريق فكن يعني نادي الاهلي كان لسه ما اخدش قرار ان ايمن اشرف يرجح انت انا عرضت على النادي الاهلي وما ادنوش قرار ساعته وكان احمد مرتضى منصور قابل الكابتن ايمن اشرف في الساحل وكلم معاه وخدله معاد من المسشار المرتضى منصور فقابل المعاد ده بيقوم كابتن حسام البادر يكلمني وقال لي انا بفكر في ايمن وعايزه عشان يخدمني في موضوع المساك وباكليفت وانا اللي كنت مساعده الدرجة الاولى وهو صغير يعني فطبعا كنت انا بنا نروح للمعاد عند المسشار المرتضى ولا استنى قرار النهائي بتاع النادي الاهلي يعني فايمن قال لي لا نروح يعني لسه القرار مجاش فخلينا نروح نقعد بس مش هنلتزم بحاجة يعني فكانت دي تسببت المشكلة انا رحت وقعت وبعدها بيوم مضينا في النادي الاهلي فظن المسشار المرتضى ان انا خدعته فكان زعلان شوية لكن الحقيقة ان كان الاهلي تكلم وانا مكنش عايز اروح لكن ايمن قال لي يعني نروح لو الاهلي ما عازنيش نبقى يبقى برضو لانا كان ساعتها فري واللعب الفري محتاج ان هو يبقى مأمن نفسه يعني يعني لازم الامور بالنسبة له تبقى واضحة لان هو مش مثلا مرتبط بالنادي فلو حتى استنى النادي بتاعه هيبقى موجود في النادي ده هو فري فلازم يختار قبل ما الفرصة تروح وللأمانة هو كان بيحب احمد مرتضى وكان احمد مرتضى جميل في تعامله معاه فكان عايز يرضيه بالقعدة ولكن الاختيار في الاخر كان واضح لان ايمن ابن الاهلي وكان محدد اتجاهه لو اهلي وازمالك موجودين هروح الاهلي اللاعب لو يعني عاش فترات في الناشئين بتاعت النادي وحب النادي ده واللعبات ممكن يبقى دي مؤثرة شوية في اختياره لكن ساعة الناحة المالية بقى بتخليه يعيد هذا التفكير لكن في الاصل بتبقى ليها دور مؤثر بالذات لو كانت صعد ولعب وبعايز يسبت نفسه تاني لان خلي بالك انا لعبت في الزمالك وانا عندي اتنين وعشرين سنة وما نجحتش تماشي من منصورة والزمالك اشتروني بمئة الف جنيه ولكن ما نجحتش قوي ومشيت معاني كنت انا ممكن اكمل سنة كمان واخد فرصة ولكن لو روحت الزمالك انا وانا عندي مثلا سبعة وعشرين سنة كنت نجحت لكن السن برضو في اللعب اللي بيبقى في النادي وما يقدرش ياخد الفرصة ويمسك فيها لكن لو راح في فترات اخرى لاحق ممكن يحقق نجاح فاللعب الصغير اللي محقاش نجاح في النادي ممكن يبقى حابب يرجع بالنفس النادي والكيس دي كانت عندنا في عيمن يعني عيمن يعني عايز يرجع النادي الاهلي لانه حابب النادي الاهلي وافضله وتاريخه كله فيه فأكيد هو منتمي قبل ما يكون لعب كمشجح فبقى حابب لكن لو هو مش منتمي او الناحية المالية مختلفة ممكن الانسان يفكر يعني اتمنى حاس اهلاوي لزمالكاوي والله هقولك حاجة انا كنت طول عمر اهلاوي لحد ما لعبت في الاهلي قعدت سنتين في نشقين الاهلي ومشوني فزعلت اقوي من الاهلي وبعد روحت الزمالك بايت زمالكاوي مشوني برضو فزعلت من الاتنين فالوقتي بشتغل مع اي نادي بدون انتماءات لان انت ما ينفعش تنتمي ما ينفعش اللاعب يكون مشجح خالص ولا يؤتي ولا يؤتي افعال المشجعين يعني مشاكل اللعيبة اللي بتطلع مع جماهيرها وتعمل يعني حب وانتماء وصوت وتغني الاغاني بتاعته بيبقى فيها بعض الالفاظ يعني انا كنت قاعد في مباراة للزمالك ودجلة في نهاية الدوري ويعني كان ناس جميلة قاعدة وكده في الاخر بعد ما زمالك كسب كم الهتفات والحاجات الشتائية من اللي تقالت في وجود بنات وستات قاعدة كنت انا حزين جدا درجة انا مقدرتش وروحت الواحد من الجميع بتقولي اخي بنات قاعدة وانتم بتقولوا الفاظ صعب جد يعني خلي بالك وقال لي انت زعلان عشان هنكسبت والله ان ما زعلان بالعكس الغيرة عشان واحد يغير على حاجة ففي حاجات انت ربنا قال هلنا ممكن نغير عليها هتغير على دينك هتغير على وطنك هتغير على عرضك هتغير على اهلك مفيش في الغيرة خالص انك تغير على النادي بتاعك مش موجودة في الغيرة خالص ولا في التشجيع حد يغير ويقول لسه انا بموت في النادي بتاعي والنادي بتاعي يعيش والناس مفيش الكلام ده خالص نرجو ان المشجعين يعني ايه ما يدوش الموضوع اكبر من حقه لانها في الاخر اسمها لعبة كرة القدم مفيش مثلا فرض الصلاة مفيش فرض الصلاة مفيش فرض الصلاة لعبة احنا الناس بتلعب وبتستفيد وانت كمشجع مبتستفيدش غير انك تروح عن نفسك شوية فمفيش داعي تاخد سيئات من شتيمة وانتمام وتشدد وتعصب ملوش معنى يعني الجماعيل بتتهمك خاصة الزمالك اللي انت دايما اهلاوي بتود الصفقات توجها للاهلي واللعبة للاهلي بترد على ده ازاي؟ خلينا برضو نتفق فكرة انك بتود صفقات لنادي دون ناتي انا قديت صفقات لقود الاندي ببين فيهم الاهلي وبين فيهم الزمالك وبين فيهم الاسماعيلي اللي هو برضو كان عندي بعض المشاكل مع دارته من ايام محمد حمص لما كانت انا وكيله كنت بجدد له في النادي الاسماعيلي فكان عندنا بعض المشاكل في عدم فهم الناس للدور بتاعك في بعض الوكلة ممكن تبقى مرتبطة باندية بشكل ما ان هي قريبة من النادي ده او من رئيس النادي ده فبالتالي هي اللي بتسعب سرعة انها هتجيب لانها لها مصلحة مع الاندية انا بالنسبة جبيرة مصلحتنا بتبقى دايما مع اللاعب فبعض الاحيان بتبقى مع النادي ولكن في ما تقدمه من خدمات فانا بالنسبة لي فكرة ان انا اوجه لاعب لنادي دون نادي فاوعادي النادي الاخر دي مش عندي انا في الاول بروح لللاعب بقوله احنا عندنا التلات اندية اختار ورتب له طبقا لرؤيتي وهو حر في الاخر هو صاحب القرار فاذا اختار ان يروح الزمالك انا بروح اتفاوض مع الزمالك اذا اختار ان يروح الاهلي باختار لكن لو اختار الناديين وعيزنا اتفاوض مع الناديين بوصل للاتنين وتفاوض معهم وبعدين نوجه هو اللي بيختار لكن خلينا اقولك بقى ان ان انت في بعض الاحيان من كتر هذا الكلام خلت المسؤولين في نادي الزمالك هما اللي يتوجسوا خيفة من التعامل معي فبالتالي بقيت انت غصبا عنك بتودي الصفقات للنادي الاهلي لأنه هو بيتعامل معك بأريحية والأمور مستقرة فبان ان انت ايه نبتتعاملش مع النادي هما اللي عندهم المشكلة دي مشان يعني انا في فترة قبل المشار مرتدرة اشتغلت مع نادي الزمالك وفي فترة المشار مرتدرة اشتغلت مع الزمالك فترة الأخيرة دي انا مشتغلتش يمكن عشان الظروف اللي هما فيها الامتقالات الفاتد دي كان في بعض المشاكل في الآخر انا كنت وانا صغير ليه هوى بشجع فرق وكده ولكن انا لعبت يعني يمكن ميزا ما لعبتش اه فريق اول اتمرنت مع عظام في النادي الاهل انا اتمرنت مع كابتن تهربوزيت وكابتن ثابت البطل اللي ارحمه كابتن ربيع ايسين انا اتمرنت معهم كابتن بادل رجب يعني كابتن محمد رمضان اتمرنت مع الناس دي لمدة سنة في النادي الاهلي او سنتين كمان دي انا لعبتهم ولعبت في الزمالك برضو مع ناس كبار جدا كابتن عشاف قاسم كابتن احمد رمزي كل دول لعبت معهم امام منصور كابتن امام منصور يعني في الاخر انا شاركت مع اجيال في النادي الاهلي اجيال عظيمة جدا انك تنتمي بقى وكده انا شايف ان التشجيع او الانتماء للمشجع فقط لكن العناصر اللعبة اللي موجودة لازم يبقى بالذات في شغلي انا ملهاش انتماء اللاعب انا شايف انه ما شفوه دي كله انتماء لانه يستطيع كمحترف الانتقال من النادي النادي لكن انت قدي في شغلك ما فيه عندنا ناس لعبت في الاهلي ايه الزمالك وناس كبار كنا بنقول مستحيل ينتقل وهنا وهنا وفي الاخر هو لعب ما يبطل بيباني انتماء وبقى كمشجح مش مشكلة لكن وانت بتمارس عملك لازم تكون عندك حيادية في الشغل وبرضو فيه نقطة تانية مهمة جدا انا بتشتغل مع اللي يحترمني ويديني حقك فلو كان الادارة اللي موجودة بتحترمك وبتديك حقك وتقدر ما تقدمه هتشتغل معها علما بان انا ممكن اشتغل مع الطرف الاخر بيعملش كده لو اللاعب رغبته يروح النادي ده طيب انت كنت لعب في المصري انت هفيش الفكرة اللي انت تساعد النادي المصري او تعمل حاجة للمصري انا لعبت في بدايتي كانت انا عندي 19 سنة وانا فوق السن يعني ملعبتش كرة ناشئين كتير هما سانتي تحت السن كان سنة منهم في نادي الصيد وسانتين في نادي الاهلي دول النشئين اننا لعبتوها طب قبل كده كنت فين كنت باذاكر ودخلت كلية هندسة وخلصت اعداد هندسة وانا بلعبش كرة تلت كرة وانا في اول pity هندسة في نادي الصيد تانية و تالتة كنت في نادي الاهلي باكاريوس هندسة كان اول سنة لي افريق اول مع المنسور ثم زمالك اشتراني لعبت سنة في زمالك ثم انتقلت للمقاولين لعبت سنتين في المقاولين خدت كاس أفريقيا سنة 96 معهم ثم انتقلت للمصري خدت كاس مصر 98 واستمرت في المصري لسنة 2000 وبطلت يعني أنا حياتي في الكرة عشر سنين تلاتة تحت السن وسبعة فوق السن حياتي فيهم بطلتين لعبت في أحسن الأندية وأكبرها من الحمد لله رب العين راضي جدا عن اللي أنا فيه المقاولين من أحب الأندية القلبي بس كنا بنلعب يعني كاننا بنلعب في الريسبشن بتاع البيت يعني ما فيش صوت خالص نكسب نقصر كانت الأمور مستقرة النادي المصري من أهم الأندية اللي عبت فيها على مستوى الجماهيري لأن ما خدنا كاس مصر كان يعني سابقة لم تحدث أنا يعني ما اعتقدش ان اتعملت ممكن تكون اتعملت بس انا هتكلم عن نفسي ان احنا عدنا 8 ساعات من مدخل بورسعيد لحد الستات في مشوار بياخد تلت ساعة خدنا في 8 ساعات الأوتوبيس وإحنا بنحتفل بكاس مصر سنة 98 في سابقة لم تحدث لنادي المصري ولسه لحد الوقت ما حدستش ونتمنى انها تحدث طبعا احنا في الفترة بتاعة الكابتن اهاب كان حصل تعاون بيننا وبين الناس ولحد الآن علاقتي جيدة جدا بالمونس امير الحربية لأنه كان عضو ماكس دار وانا بلعب وحلين هو رئيس النادي وأولاده الاثنين من اصدقائي سواء نزار او المونس عدنان وناس جميلة جدا وفعلا بيحبوا النادي المصري وبيشتغلوله بلا اي اهواء ولا اطماع ولا اهداف حبا في النادي المصري وفعلا بيصرفه من جيوبهم لكن بتبقى انت بتواجه في بعض الاحيان في شغلك حاجات ما بتقدرش تنفذها لانك لا ترى مصلحة اللعب فيها يعني لما يبقى النادي المصري فيه نادي عايزه وفيه نادي اخر مثلا زي امبي عايز اللعب واللعب حابب الاستقرار من غير ضغطه كده فتودي امبي فالمصري بيزعل منك في بعض الاحيان لكن انت ممكن تساعد النادي في انك انت تعمله صفقات بيع فيخشله داخل وده اللي هما محتاجينه اكتر يعني انا ساعدت النادي المصري في البيعة بتاعت اسلام عيسى كان الاهلي داخل وبعدين بيرامدس فعملنا مبهود فيها ووصلنا الرقم برضو يعتبر غير مسبوق في لاعب من المصري مش انت بتتكلم على لاعب بقى كمان بينتقل من اهلي وزي مالك لقد بينتقل لبيرامدس فكانت الصفقة فحصل مساعدة ولكن في بعض الاحيان بيحصل اختلافات الاختلافات دي بتؤدي الى ان ردود الافعال بتبقى ممكن ما ترضيكش شوي فبتبقى انت حذر جدا في التعامل في وقت معين بالذات ان انت لما تمثل مدرب والمدرب يمشي ومع بعضين المدرب فبيحصل بعض المناوشات لكن انا علاقة بيهم جيدة جدا واتمنى النادي المصري يحقق بطولة بالذات ان هم فعلا عاملين فريق جيد السنادي يعني من ضمن ما قولنا ايهاب جلال كان هيروح النادي المصري كان بسبب ان السكوات بتاعهم كان قوي جدا وعملوا صفقات بصراحة جيدة جدا السنادي فانا اظن ان النادي المصري هيبقى له شأن السنادي يعني نادي المصري لو انت حسبتها مع كابتن حسام حسن كان يحقق انجازات وينهي في المركز الرابع مع ايهاب جلال حقق انجازات وناها في المركز الرابع مع علي ماهر حقق انجازات وناها في الاخر هل المدربين فقط العامل المؤثر في النادي المصري في انه يحقق نجاحات لا التلات مدربين اللي راحوا له في اخر عشر سنين او سبع سنين حققوا نجاحات التلاتة اذا العوامل اللي يوفرها النادي المصري سواء من استقطاب لعبين موهوبين او قطاع عندهم بيطلع لعبين وجماهير بتحب النادي انا شايف انها من عوامل نجاح النادي بغض النظر عن اسم المدرب اللي موجود واتمنى نجاح لهم يعني بذلك يا كابتن عالضياف اللي انت موجود فيها ويعني شرف لنا وجودك معنا انا في موقع في الجول والله يا جميل انا استعي ساعدت جدا بوجودي وارجو بس ان احنا نكون قولنا قصص كويسة الناس تنبسط منها وفي نفس الوقت نكون قولنا حاجة مفيدة برضو عشان ما تبقاش في الاخر الف ليلة وليلة يعني لكن ارجو من الله الناس تستفيد وان انا يكون ضيف خفيفة عن الناس يعني ترخيبك